تسير الأوضاع في عدن باتجاه المزيد من العنف والفوضى بحسب نداء بعثه رئيس الحكومة أحمد بندغر من مقر إقامته في قصر المعاشيق بندغر دعا التحالف والعرب جميعاً أن يتحركوا لإنقاذ الموقف ولكنه شدد على أهمية قيام الإمارات بواجبها باعتبارها صاحبة القرار في عدن دعوات لا يبدو أنها وجدت صدم في أي مكان أو لدى أي طرف حيث ما زال صوت الاشتباكات والتحريض ضد الحكومة هو الأكثر دوياً والمسيطر على المكان والزمان ارتفاع موجة العنف كان أمراً متوقعاً منذ قيام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قبل أسبوع بمنح الرئيس هادي أسبوعاً لإقالة حكومة بندغر ما لم سيفرض المجلس سلطته على المدينة بقوة السلاح السبت الماضي اجتمع رئيس الحكومة بقيادات التحالف الموجودة في عدن وتم الاتفاق على التهديئة وإلغاء فعاليات المجلس الانتقالي وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إنها لن تسمح بإقامة أي فعاليات مناهضة للحكومة وستمنع دخول المسلحين إلى مدينة عدن بعد ساعات قليلة أصدرت تحالف بياناً خجولاً اعتبر تهديد المجلس الانتقالي للحكومة سجالاً إعلامياً لتقويم أدائها وهو ما شقع أنصار المجلس الانتقالي لتحريك القوات العسكرية في المدينة والسيطرة على عدد من المؤسسات والمباني الحكومية مساء السبت قالت الحكومة السعودية في بيان نشرته صحيفة عقاض إنها تجدد تأكيدها على دعم الحكومة الشرعية في اليمن والوقوف بكل حزم إلى جانبها ضد أي محاولات انقلابية تستهدفها تلك التصريحات لم يتم ترجمتها إلى أفعال ولم تصل للأطراف الفاعلة في التحالف على الأرض يستمر السكوت من قبل التحالف والمجتمع الدولي على ما يجري في عدن وسط تحريض وسائل الإعلام الإماراتية على الشرعية والحكومة التي ما زالت تصف الحرس الرئاسي بالميليشيا فيما تم تقسيم المدينة بين القوات الشرعية وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات وإلى اللحظة لم يصدر موقف رئاسي إزاء ما يحدث وربما هو مرهون بموقف اللجنة الثلاثية المشكلة من السعودية والإمارات واليمن وتبقى الساعات المقبلة حافلة بالكثير من الخوف واحتمالات العنف مفتوحة وتهدد حياة سكان المحافظة الواقعة تحت ظلال المدافع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة